من بروكسل ينضم إلينا مرسل الحدثة نور الدين الفريدي أهلا بك معنا نور الدين إذن ما هي تفاصيل هذا التحرك من قبل المحامين من الفريق القانوني الدولي المؤلف من أكثر من 500 محامي والمعنى بتقديم شكوى ضد إسرائيل وتبعات وردود فعل ذلك داخل الاتحاد الأوروبي أهلا دحا قبل حين خرج الفريق القانوني الدولي من هنا من المحكمة الجنيات الدولية بعد أن اجتمع إلى مكتب المدعي العام وكان ضمن الحاضرين المدعي العام الدولي كريم خان في النقاش الذي جرى بينه وبين المحامين حسب ما أكد المحامون أكد المدعي العام حرصة والتزامة مكتبه والمحكمة ككل بتنفيذ صلاحياتها بموجب القانون الدولي وبموجب صلاحياتها للتحقيق فيما يجري في أراضي السلطة الفلسطينية أو في فلسطين كدولة لأن المحكمة الجنائية الدولية تعترف بفلسطين دولة ذات سيادة على الضفة والقدس الشرقية وغزة وبالتالي هناك شكاوى أخرى ستأتي بعد شكاوى الأسبوع الماضي متعلق بطلب المحامين للتحقيق في ما يشتبه به جرائم إبادة قد تكون إسرائيل ارتكبتها في هذه الحرب الجارية في غزة هناك شكاوى أخرى ستأتي الفريق الذي اجتمع إلى مكتب المدعي العام خرج اليوم متفائلا من أن عملا جديا يجري العمل به والقناعة خاصة يبدو لدى المدعي العام من أن ذاك الكلام الذي يقول من أن هذه المحكمة ليست لها صلاحية وأنها لن تتمكن من مسألته هذا المسؤول أو ذاك سواء كان في فلسطين أو في إسرائيل هذا كلام حسب ما نقل المحامون مردود عليه مثل ما سمع المحامون داخل في النقاش وفي الاجتماعي مع مكتب المدعين هناك تحقيقات جارية وتحقيقات ستتواصل فيما يتعلق بدخول وعدم دخول المحققين الدوليين إلى غزة قال المحامون أن هناك أدلة كافية اليوم لملاحقة المسؤولين عن جرائم الإبادة خاصة مسأل قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء وتهجير السكان هذه أدلة واضحة المسؤولون الذين نفذوا يمكن تحديد مسؤولياتهم بشكل دقيق ومسؤولون أعلنوا ذلك صراحة هنا المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الذين تحدثوا عن التهجير أو عن قطع الماء وبالتالي هذا هو مدخل فقط الجانب الآخر هو هذا الكم الهائل والعدد الكبير من المحامين قبل الحضور أمامكم التقيت هنا بوفد قانوني وصل صباح اليوم من ماليزيا وقدم بمفرده باسمه شكوى إلى المدعي العام للتحقيق في ما يجري في غزة بكلمة أخيرة حول التنظيم هذا التنظيم لمئات المحامين سيتم تشكيل فرق على مستوى القطري وعلى مستوى القاري وسيتم الإعلان قريبا عن رابطة دولية للمحامين للدفاع عن الفلسطينيين وحقهم في العدالة هنا أمام المحكمة تفضل سنبقى معك في كل التفاصيل شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات مرسل الحدث نور الدين فريدي كنت معنا من بروكسل